كلمة السيد الرئيس لم تكن مجرد كلمة ولكنها كانت عبارة عن رسائل كثيرة جداً مزيد من التفاصيل معي الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية مساء الخير مساء نور أستاذ الشفكي أهلا وسهلا معكم أستاذ مشاهدي السيد الرئيس كمان حرص على أنه يعني يذكر الأطفال اللي هما يعني نحن نتحدث عن أطفال بلا مأوى يتموا بلا مستقبل بلا تاريخ بلا قضية الكلمة يعني عنوان أبرز لها اللي حبيبكم تتفضلك ومنقشته عجز النظام الدولي وربط هذا العجز بعدم العدالة في ممارسة النظام الدولي لمهامه ومسؤولياته ومن ضمن مهام ومسؤولياته حماية المدنيين خاصة الأطفال والنساء لما بنشوف حرب الإبادة اللي بتتم ممارستها من قبل جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل اللي هو بيبررها بأنه يرغب من خلالها في تدمير حركة حماس ولكن هل تدمير حركة حماس يقودنا إلى استهداف كل هذا الكم من النساء والأطفال هل تدمير حركة حماس يقودنا إلى تدمير كل البنية الأساسية تقريبا فوق ال87% من البنية الأساسية للدولة الفلسطينية في كتاعة حتى تم تدميرها هل هذا أمر مبرر ومشروع؟ عندما يتمتع هذا النظام العنصري بالتأييد والدعم والحماية في قبل أروقة المنظمة الأممية الأمة وفي مجلس الأمن عبر استخدام حق البيتو لحمايته وعدم حتى القدرة على إعطاء الدولة الفلسطينية الحماية المطلوبة من خلال الموافقة على إعلانها كدولة أو قبولها كدولة من دول منظمة الأمم المتحدة هل ده يعني العدالة؟ كل هذه الأمور ينبغي أن نضحها في اعتبارنا ونحن نتعامل مع قضية بهذا الحجم كارثية ليس على الشعوب الأطفال والنساء من ضمن الشعوب ولكن على أمن واستقرار الإقليم والعالم وهو الأمر الذي حمل دلالات كثيرة في كلمة فخمة الرئيس النهاردة وطالب المجتمع الدولي بالإطلاع بمسؤولياته وإلا فإن دعاة الحرب والتدمير سيقودون المنطقة والعالم إلى كوارث أخرى قادمة صحيح استخدام سيد الرئيس لكلمة دعاة الحرب لأن الحرب لم تنتهي يعني لو تابعنا كلمة السيد الرئيس منذ الحرب على غزة من 7 أكتوبر حتى اليوم طوال هذه الشهور ونفس كلمات الرئيس لم تتوقف وكأن هذا العالم لا يسمع يعني مش العالم لا يسمع ولكن العالم يسمع ويرى ويفهم ولكنه داعم لمشروع آخر هذا العالم لديه إرادة أخرى العالم لديه مخططات أخرى في الإقليم العالم لديه صراع أكبر مع الشرق العالم الغربي هنا أتحدث الصراع تتجلى آياته على المنطقة الآن الصدام الجاري الآن في الإقليم والذي يهدد من اليوم الأول بأن دائرة ستتسع وهي الرؤية المصرية والتي الثلامة حذرت منها أن الاستمرار في هذا العدوان إلى ما لا نهاية سيقود إلى اشتباكات إقليمية وقد يؤدي إلى موابهات عسكرية قد لا يتحملها الإقليم ولا تتحملها إقتصاديات الإقليم ولا الأنظمة في الإقليم ولا الأنظمة العالمية لازم نتفهم أن الرؤية المصرية أو السردية الوطنية المصرية منذ اليوم الأول قامت على عدة اعتبارات أعدى الرئيس التأكيد عليها اليوم لا لتصفية القضية لا للتهجير القصري لا لمحاولة حلحلة القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة لا للاستمرار في التعنت ودعم قوى الاحتلال عبر معادات وكالات وهيئات رسمية طبعا لمنظمة الأمم المتحدة من أجل إعاقة إنفاذ المساعدات الإنسانية والغذائية كل هذه رؤى ترحاها بخامة الرئيس منذ اليوم الأول وما زالت الأحداث تؤكد على صحاتها أكيد خليني حضرتك ونت بتتكلم برضو نذكر بأن كلمة السيد الرئيس واضحة وكاشفة وسابتة هذه هي كلمة مصر فمصر لا تترجع أبدا عن كلمتها وطول الوقت مصر ترى الموقف تماما بمنتهى الوضوح يعني إذن رغم ما يحدث في المنطقة وما تتعرض له مصر أيضا من جانب الاحتلال الإسرائيلي من تلفيق ومن أخبار ومن معداء ولكن كلمة مصر دائما سابتة واضحة راسخة وكاشفة كيف ترى هذا والسيد الرئيس يجدد الكلمة طول الوقت حتى يعلم الجميع لأن مصر لها رأي واحد مستقيم وسياسة مستقيمة السيد الشفكي الأيام الأخيرة خاصة بعد انتهاء جولة المفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق للهدنة وإطلاق النار بين الطرفين في القاهرة برعاية مصرية أمريكية قطرية ومشاركة من طرف الصراع حكومة الاحتلال وحركة حماس مصر لم تترجى ومصر أعلنت أنها مستمرة في الجهود الدؤو من أجل إعادة المفاوضات مرة أخرى إلى مصارها الطبيعي ومصر مازالت تتمسك بالمبادرة التي وفق عليها الطرفين في فترة سابقة مصر تؤكد من خلال كلمة فخمة الرئيس اليوم أنها دولة راعية للسلام أنها دولة داعية للأمن والاستقرار أنها دولة تعمل وفقا لدستور الأمم المتحدة أو وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي يهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار ومن ثم التعاون الدولي وتحقيق المكسب للجميع هذا هو مبدأ رئيسك السياسة الخارجية المصرية تحقيق المكسب للجميع لكن كل هذا بيعترضه حماجية وبيعترضه عنصرية وبتعترضه انقسامات في الداخل الإسرائيلي النهاردة فيه مشهد كارثي في الداخل الإسرائيلي الخلافات بين أف جلن ونتنياهو وهذا الخلاف لم تكن المرة الأولى التي يحدث فيها نتنياهو حاول جلنت قبل كده من الحكومة وتعرض لمظاهرات في الداخل أرغمته على الترابع عن قرار لكن النهاردة لما جلنت يتحدث بهذه الشراسة ويهاجم نتنياهو فيه العلن هذا أمر يشكل ضغطا على نتنياهو المتفهم لشخصية اليمين المتطرف لشخصية اليمين المتطرف ككل اللي بيوسم قطاعات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي أو مجتمع دولة الاحتلال على رأسها نتنياهو وبيل غفير وسيموتريتش لازم نكون متفهمين أن هذا الأمر لن يمر بسهولة المطالبات بإقالة يؤفجلا تصاعدت وتزايدت وازدادت حدة من قبل هؤلاء عقب هذا الهجوم وقد تدفعه إلى مزيد من المغامرات غير المحسوبة على الأرض وهو أمر مزالت الدولة المصرية تحذر منه على الرغم من الهجوم الشديد الذي تتعرض له الدولة المصرية على الرغم من الهجوم الشديد الذي تتعرض له المؤسسات المصرية ولكن الدولة المصرية مزالت هي صوت الرشادة والعقلنية في إدارة تفاعلات الإقليم حتى اللحظات الأخيرة هذه حقيقة ستظل مصر كما هي في خطها المستقيم طول الوقت الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية أشكرك شكرا جزيلا